وعن ذلك يلتحق بنا من المنام الكاتب الصحفي في جريدة الأيام البحرينية السيد عادل المحسن سيد عادل بداية أهلا بك ما هو مستقبل العناد والمكابرة القطرية في ظل استمرار الفضائح التي تخرج تباعا الواحدة تلوى الأخرى مساء الخير طبعا قطر مستقبلها مظلم لإلى حد كبير قطر التي عملت طوال عشرين عاما على زعزعة أمن واستقرار المنطقة إلا أن المنطقة لم تواجه قطر إلا بقطع العلاقات وطالبتها بإعادة سياستها وعدم دعم الإرهاب هذا الخيار من الخيارات التي يجب على قطر أن تستقلها استقلال إيجابي وأن تعود إلى الحضن الخليجي والحضن العربي لأنها وجدت فرصة ذهبية على ما قامت به من أعمال إرهابية ودعمها للشر في المنطقة حالها كحال إيران هي فرصة لها أن تعود إلى الحضن الخليجي ولكن قطر لا تستقل هذه الفرصة التي تقدمها الدول الدعمة لمكافحة الإرهاب بل تكابر على هذا الأمر وتحاول أن تخرج من هذا الإطار وتجعل نفسها وكانها من تكافح الإرهاب وهي الدولة التي تدعم السلام في العالم بينما هي من دعمت الحركات الإرهابية ودعمت الفتنة في المنطقة بشتى الوسائل الحديثة من خلال المال من خلال السوشيال ميديا من خلال كل ما قامت به قطر في الفترة الأخيرة سيد عادل إذا ما تحدثنا عن الإعلام القطري عندما يتخصص في اختلاق القصص والدعاء المظلومية وممارسة كذلك الكذب لكن من أصبح يصدق مثل هذه الافتراءات وهو كل ما من ابتدع قصة أتاه النفي على وجه السرعة لا تحدث عن الإعلام القطري تحديدا الإعلام القطري منذ البداية كان مرتبك في الحدث لأن السياسة القطرية نفسها مرتبكة ولم تتخيل أو تتوقع ماذا حدث لها في ليلة وضحاها أن قطعتها الدول المتضررة والتي صبرت عليها كل هذه السنين الآن الإعلام القطري يعني يقدم شعور لدى الشعب القطري بأن الإعلام القطري مرتاح وأن يستهزئون بكل التصريحات ويستهزئون بشكل ساخر من كل الأحداث ويستهزئون بالبيانات الرسمية وكأنما قطر هي على الموقف الصحيح وكأنما قطر هي التي تقف معها كل دول العالم تلفق تصريحات صحفية وتتحدث عن المفوضية السامية وكأنما محكمة الجناية الدولية ادعت كثير من التصريحات لفقت وفبركت كثير من الأخبار لكي ترسل رسالة إلى شعبها القطري بأن كل العالم يقف مع قطر بينما الشعب القطري شعب واعي ويفهم بأن السياسة القطرية هي ترجع الشعب إلى الوراء ولا تأخذه إلى الأمام من المنام الكاتب الصحفي في جريدات الأيام البحرينية سيد عاد المحسن شكرا جزيلا لك